احنا في رسالة معلمنا بطرس الاولى اخر جزء في اضحاح 5 افكركم بسرعة تاني عشان اخر مرة في الرسالة دي معلمنا بطرس تلميذ ربنا يسعى المسيح كاتب لنا رسالتين والرسالتين موجهين الى المسيحيين عمتا ويعتقد بالذات المسيحيين من اصل يهودي على اعتبار هو كان مسؤول عن الكرازة للمختونين او للختان يعني للناس اليهود في الاصل وعشان كده بيتحزبه من رفائل الكاثوليكون اللي هي الرفائل الجامعة اللي غير رسائل بولس الرسول المرسلة الى بلاد او شخصيات محددة رسالة بطرس الرسول الاولى تتميز انها تتكلم عن نعمة الخلاص وعن الالام اللي هيعيش فيها الانسان المسيحي وفيها جزء كبير عن السلوك المسيحي اللائق باولاد ربنا نحن في اخر جزء بيكلم بدأ يتكلم مع الرعاة او الكهنة اللي بيحثب نفسه واحد منهم هنقرأ الجزء اللي خدناه من اول عدد واحد لعدد اربعة وانكمل اطلب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم والشاهد لالام المسيح وشريك المجد العتيد ان يعلم يرعوا رعاية الله التي بينكم نزارا لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط ولا كمن يسود على الانصبة بل صائرين امثلة للرعاة ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون اكليل المجد الذي لا يبلم اولا هو حاطت نفسه واحد من ضمن الكهنة هو بيخاطب الشيوخ اللي هم الكهنة او الافقفة واللفظة اليونانية تعكد انه مقصود بيها مش الشيوخ ثنة لكن مقصود بيها الكهنة او الشفعاء او الابرسفتيروس دور اللي هم القثاوث وبيقول لهم انا شريككم او رفيقكم والشاهد لالام المسيح يعني تميز معلمنا بطرس عن بقية الرعاة انه هو شاهد لالام المسيح دي بتديله ثقل في الخدمة انه كان حاضر مع المسيح الامه وكان حاضر مع صليبه وايامته فشاهد لالامه شهادة عن عيان يعني وده يقوله في الرسالة الجاية كمان لان المسيح كان له المجد كان معين التلميذ اللي هم تصيرون ليه شهودا فاصبحت كلمة شاهد دي كلمة خاصة بالناس بس اللي عاشروا المسيح عيانا والتلميذ عليه لكن جب عديهم اباء كتير او القديسين كتار التلميذ عليهم لكن ما شفوش المسيح بأنيهم زي ما احنا بنفس الدرجة كتير وشريك المجد العتيب ان يعلن يعني انا شارككم في الالام مشارككم في الخدمة وبشهد لالام المسيح زيكم ومستني زيكم المجد المكسف يرعوا رعاية الله التي بينكم برضو قلنا انه ما بيسميش الرعية رعيته او رعيتهم بيفكرهم انها رعية الله يعني احنا كلنا كرعاء يعني اجراء او وكلاء لكن الرعية رعيته هو صاحب نزارا يعني تبقى عنيكم في رأسكم او تقوموا بعملية الاسقفية او النزارة بحكمة وقال لهم فين حرفات مشهورة اولا عن الترار بلاش تخدموا بالترار بل باختيار يعني ما تكونوش داخلين على الخدمة كان انكم بتعملوها على مضب او بتفكل لا تبقوا فرحانين وكان انتم مختارين الخدمة دي ولا لربح قبيح ما يكونش ليكم غرض في الخدمة بل بمشاط لان العينه في الربح مش هيبقى امين ولا متحمس وانا مش هيب في الخدمة لكن العين على الخدمة نفها ممكن يبقى امين ولا كمن يصود على الانصبة كان دول اشهر ثلاث ثقاطات في خدمة اي راعي او اي خادم انه تتحول الخدمة الى اداء روتيني فيبقى مضطر يعملها لانه اسمه خادم لكن بيعملها كده وهو مش متحمس اسمها الترار او يقع في الربح القبيح يبقى له غرض تاني غير خلاص النفوذ اما فلوس اما كرامة اما معارف حاجات تانية او كمان يصود على الانصبة يعني ياخد مركز رئاسي ويبقى بيجري او يدور على الرئاسة والسلطة في الخدمة بتاعته بل صائرين امثلة للرعي يعني حسبوا من الحاجات دي ويخليكوا دايما قدوة قدام رعيتكم وكل رعي المفروض يبقى قدوة قدام رعيتكم لانه مقدرش يكلمهم عن الصلاة وميكونش بيسلل مقدرش يكلمهم عن المحبة ويكون واقع مع الناس محدش هتعلم الحاجة غير لما يشوفها بعين ومتى ظهر رئيس الرعاء تنالون اكليل المجد الذي لا يبلم الراعي ما ينتظرش اجره على الارض وقال له ما تبصوش للربح القبيح ولا ان تسودوا على انصبة يبقى لكم مناصب تبصوا على حاجة واحدة بس اليوم اللي يظهر فيه رئيس الرعاء عشان يعطي كل واحد حسب تعبه فكل خادم وكل راعي يهرب من الاجر الارض او يكره الكرامة الارضية ليه هو كل اللي يهمه يوم ما هقف قدام ربنا هيقول لي نعاما ايها العبد الصالح والامين ولا هيقول لي ما كنتش امين هيدي اللي تشغله فبيقول متى ظهر رئيس الرعاء يعني ده لازم يكون في بال كل خاد انه له يوم يقف قدام ربنا يكافأ عن تعبه ان كان راعي امين او يسأل عن خدمته اما كانش امين متى ظهر رئيس الرعاء تنالون اكليل المجد الذي لا يبلغ وهو من اول اصحاح علنا الميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل فهنا بيقول لنا تاخدوا اكليل المجد لا يبلغ لكن هتاخدوا ايه من الناس هتاخدوا ايه من الرعية هيكفقوكوا بايه ولا حك لكن المكافأة اللي تنشغلوا بيها وتنتظروها متى ظهر رئيس الرعاء تنالون اكليل المجد الذي لا يبلغ يبقى برغم انه فارادراف صغير لكن بيحط مبادئ الرعاية وبيحذر من سقطات الرعاء وبينبه الرعي ان عينه تبقى على لحظة مجيء المسيح له المجد حتى ينتظر المكافأة كذلك ايها الاحداث اخضعوا للشيوخ الاحداث اللي هم الشباب الشباب الصغير يعني من عشرة لعشرين لتلاتين زي ما تسمون لان دول فئة تشغل الكنيسة دايما فتلاحظوا ان معلمنا جولس في بعض الرسائل بيفرد لهم خصايا يعني بصايا خاصة ومعلمنا بطرس برضو بيكلمهم بصفة خاصة لان دايما للشباب له مشاكله غير الكبار ولو حماسه ولو اخطاءه شكيت لحظوا ان دايما للخدمة في حاجة سماكت معاة شباب غير الشعب وغير كل حاجة لكن الشباب بالذات لهم فده خصوصية في الخدم فانا بيوفي الشباب بايه كذلك ايها الاحداث اخضعوا للشيوخ احنا بنقول الشيوخ دول الكهن او الرعاء وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض اول وصية يقولها اخضعوا للشيوخ فعلا الشباب محتاجين جدا يكون لهم اباء اعتراف محتاجين اوي يكون لهم علاقة مباشرة بخادم او كاهن الكنيسة عشان يقدر يسوقهم لان دي مرحلة حارجة في حياتهم ممكن يكونوا مش عارفين يختاروا الصحة من الغلط ممكن ينثقوا في اتجاهات وحشة لغير برضو الكبار اللي حياتهم استقرت فمهمة اوي وصية الخضوع في المرحلة دي وكلمة خضوع بالذات بالنسبة للحدث سعبة لان كلمة حاضر بالنسبة للشاب دي كلمة مش سهلة يعني انا فيه تدريب بديل كل شباب بعد دادي السنوي في ورقة الاعتراف كده اكتب له حاضر بالكبير اقول له تتمرن تقولها وشوف بتقولها كم مرة في اليوم وكم مرة مش عارف تقولها لانها كلمة صعبة بالنسبة له هو عاوز يمشي اللي في دماغه ومش عاكده كلام ابوه او كلام امه او كلام ابونا او كلام اي حد فعشان يقول حاضر دي بالنسبة له مش سهلة بينما دي ممكن تحفظه من حاجات كتير او فهنا وصيف معلمنا بطرس ايها الاحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا دميعا خضعين بعضكم لبعض مش معنى كده ان الكلمة دي خاصة بس بالاحداث لا الخضوع فضيلا الراجل يخضع لامراته امراته تخضع له والاولاد يخضعوا الابقاههم وكل شعب الكنيسة يخضع للرعاوة والرعاوة الشعب يخضعوا لربنا والخضوع ده فضيلة مفيش حد مش محتاجها ولانه بتكلم عن الخضوع الخضوع دايما يحتاج الى اتضاع يعني محدش بالساهل يقدر يوطي راثه او يقدر يخلي ذاته ويخضع نفسه لاخر الا لما يكون عنده شوية اتضاع لان المتكبر شايف نفسه عارف كل حاجة طب يخضع لحد ليه شايف نفسه تهم احسن من كل الناس طب يسمع كلام الناس ليه فتلاقوا المتكبر ما بيعرفش يخضع فلما قال لنا كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض قال وتصربلوا بالتواضع ودي كلمة جميلة مش موجودة في الكتاب كله كلمة التصربلوا بالتواضع دي يعني فيه كثير تعلموا التواضع لكن مش بس تعلموا التواضع تصربلوا بالتواضع تصربلوا دي يعني ايه يعني لبسوه يعني خلي التواضع حاجة لزقف فيكم يعني يبقى الواحد بان عن التواضع كده في مظهره في سلوكه في كلامه في افكاره في طموحاته التواضع دي يبقى لبسو لبس مش مجرد في مواقف متواضع فيها لا دا دا علطوش متواضع وانا حافظ اكلمكم شوية عن التواضع لان هنا هيتكلم عنه شوية يقول تصربلوا بالتواضع لان الله يقاوم المستكبرين الله يقاوم المستكبرين وانا المتواضعون فيعطيهم نعمة وبعد كده يقول فتواضعوا تحت يد الله القوي التواضع أكتر فضيلة تحرس الإنسان ودخلوا السن يمكن أهم فضيلة هي المحبة وأكتر فضيلة تحرس الإنسان في مسار الروحي التواضع حتى ان الاباء قالوا اي فضيلة تكون عندك بدون تواضع ممكن تتحول الى رزيلة وممكن تضيع في اي وقت لكن التواضع يحرس الإنسان في سكة ربنا التواضع يخلي الإنسان مقبول قدام ربنا حتى لو صفحته كلها كانت سودة حتى لو حياته كلها كانت مليانة فقطات وصغرات وتهاون وإهمال وتأثير لو يعرف يقف قدام ربنا متواضع ديل وحدها تدخل السن تدي له نعمة يعني ايه تدي له نعمة؟ يعني ربنا يبصله كأنه معجب بيه حتى لو شرير أهو لو شرير ويعرف يتفربل بالتواضع يغطي نفسه بالتواضع يجد نعمة لكي يقول لنا المتواضعون يعطيهم نعمة في ترجمة أخرى يجدون نعمة يعني ربنا يفرح بيهم ويرضع عنهم وكمان يديهم حجات بركات روحية كتير أولا التواضع ده عملة ندر يعني لو أي حد تصور أنه عنده تواضع يبقى أكيد مش متواضح لأن التواضع ده فعلا حاجة ندرة جدا يعرفوا بعض الأباء أنه إحساس الإنسان أنه ما يستهلش ولا حاجة بدون صغر نفس بدون ما يحس بالفشل واليابس فإحساسه أنه ما تجيون لربنا كل حاجة في كل لحظة الإحساس ده ما بيسوووش ده متواضع أو يعبره عنه تاني ويقوله إحساس الواحد أنه أقل من كل الناس روحية وإن أصغر إنسان وأحقر إنسان أفضل مما قدام ربنا لأممكن يكون متواضع برضو يعبره عنه ويقوله المتواضع ممكن يكون دايما شايف خطيطه يعني حاسس بذنبه برضو بدون يابس وبدون صغر نفسه وبدون كآذب المتواضع متعلم من المسيح لأنه الوحيد اللي يعرف يعلمنا التواضع ربنا يسوع المسيح هو اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب يمكن نتعلم من أبونا إبراهيم الإيمان ونتعلم من موسى الحلم طولة البال ونتعلم من دنيال الصلاة والصوم ونتعلم من إلي قوة الشهادة ربنا لكن عند درس التواضع ما نعرفش نتعلمه من حتى الوحيد اللي يبان عليه التواضع بتعلم مية في المية وبشكل واضح ربنا يسوع المسيح لأنه هو اللي تنازل ما هو تواضع يعني إيه يعني تنازل لكن أي إنسان مهما كانت عظامته ما هو في الأصل شواء التراب يعني هو كان إيه عشان يتنازل ما هو ربنا اللي عمله بني آدم وعمل منه حاجة ورجع يعني يكتشف حجمه لكن بالنسبة ربنا يسوع المسيح هو الإله الحقيقي نور من نور بلا خطيئة وحده ياخد فكل إنسان ويبقى عبد زينا ويتبهدل بهدلت الصليب ويتبهدل كل البهدلة أو ده التواضع صحيح فلما يقول تصربانه بالتواضع يعني دايما خليك أمام الله منكسر وهو ده معنى توبة للمساكين بالروح يعني قدام ربنا خليك مساكين يمكن قدام الناس أنت ياني وانت كبير وانت حاجة عظيمة ماشي لكن قدام ربنا واضح شكلك حاسس بإيه قدام ربنا حاسس إنك كويس تبقى هضيع حاسس إنك أنت تقدر تاخد وتدي مع ربنا كأنك يعني مش مديون له بحادة يبقى هضيع لكن لما تقف قدام ربنا تحس إنك أنت ما تستهلش تقف قدام ربنا إنك مش قادر تبص في الربنا إنك مديون بحياتك كلها وبكل دقيقة في عمرك لربنا أو لو الإحساس ده عندك تبقى أنت متواضع أو تبقى الربط من التواضع للتواضع يبدأ من القلب تعلموا مني وديع متواضع القلب يعني إحساس داخلي مش كلام لأنه ممكن واحد يقول كلام شكله متواضع بس قلبه مش متواضع يمشي واحد يقول أختيت سمحني طب لما تجيبه وتقول ليه عملت كده بغض وانت هتحسبني قال لو أنت مش بتقول أختيت سمحني وبتعتذر طب لما جاء حسبك زهلت لإيه هو كلام بك لكن الشخص المتواضع من جوه قلبه يحتمل حتى الإهانة يحتمل الإهانة ولما تجي له كلمة مهينة يقول أنا استاهل أكتر ولما تجي له تجربة قاسية يقول أنا استاهل أكتر ولما تجي له أيام صعبة يقول قد تخيرك رب أنا استاهل أكتر بينما المتكبر لو جاء له كلمة جرحة ولا أيام صعبة يقول له يا رب أنت مش واخد بالك ده أنا بغلي ده أنا كويس كويس؟ معه مش متواضح مش واخد باله حتى أيوب كان عنده شوية كبرياء صغيرين فلما التجربة أرثت عليه قال له يا رب أنا كويس بتعمل كده فيه ليه وابتدأ يخبط في ربنا نفس وبان أنه عنده مرض يعني ولو بنسبة مرض الكبرياء وفي الآخر الطبع خالص وقال له رب أحط راسي في التراب أنا ما استاهلش أعرفك ولا أكلمك التوابع أولا تواضع الداخل أمام الله يعني تشعر كل ما تكلم ربنا أنك ما تستاهلش وأنك مكسوف من ربنا وأن ربنا خيره كتير قوي ومحبته كبيرة قوي وإحنا معصرين في حقوقه التوابع إذا كان من جوه يبتدي يبان بر يبان بره إزاي إنك تقبل كل الناس لأن المتوابع يحترم الكل لأنه بالنسبة له الكل أحسن منه بس مش هيقول كده ومش هيقعد يجامل لكن هتبقى جوال إحساس ده يمكن الشخص الفقير اللي أنت بتعمله ده يبقى في الثمى مكانته أعلى مننا يمكن الجاهل اللي إحنا مش بنحترمه يمكن يبقى يشفع فينا عند ربنا مهو الغني في الثمى بقى يصرخ لجون إبراهيم يقوله بعطل العازر الشحاب اللي كان على باب بيتي ده يبل صباعه ويرتق لثاني طب العازر ده كان شكله إيه ده كان أقل من الشحاب كان مرمي على باب بيت الغني والكلاب تلحص كروحه يعني في حالة مزرية جدا المتواضع تلقوا يحترم الكل ما يعرفش ينقض ويدين ما يعودش يجيب سيرة الناس ليه خطايا شغلاء هيقعد يبص في الخطايا الناس فالتواضع يبان في سلوك الإنسان ما يجيبش سيرة الناس ما يستغلطش الناس بالساهل يغمض عينه عن أخطائهم دايما أخطاءه هي اللي شغلاه مش أخطاء الآخرين يحتمل الإهانة ولا يهين أحد هيقعد سلوك المتواضع كمان التوابع يبان أنه في الافتخار الشخص المتكبر يحب يفتخر يقول أنا كتير ويتكلم عن اللي عنده كتير إن كان فلوسه إن كان مركز إن كان ولاد إن كان لبس أي حك عما المتواضع ما يتكلمش عن نفسه وما يفتكرش نفسه كتير ممكن يتكلم عن ربنا ويتكلم عن القدسين ويتكلم عن الناس لكن نفسه هو نسيها دا لو كان متواضع لكن الواحد فينا لما بيبقى نشغول على نفسه الزيادة وبيتكلم عن نفسه الزيادة يبقى بعيد عن التواضع تثربلوا بالتواضع كلما الواحد يبقى متواضع كلما يتميلي نعمة زي ما كل واحد عاوز يطلع بأمارة عالية لازم يحط أساس رويد كلما يحفر لتحت كلما الأمارة هتبقى عليها كلما الانسان يبقى متواضع كلما تبقى نعمة كبيرة قدام ربنا ويدي له ربنا نعمة فعنين الناس وفعنين ربنا العدرة لو واحد مننا كان سافها وهي في الهيكل 12 سنة ما كان سحد فينا يعني سمحوني لاحترمها ولا اعتبر لها بنت 12 سنة عاملة زي الشغالة عملت نظف في الهيكل كل شيخ من اليهوز يقول لها عملي كده وهاتي ده وخنص مين كان يدرف ان العدرة دي هذه الطفلة قدام ربنا متسربلة بالتواضع وهي قالت مجرة الى اتضاع عبدته مجرة الى اتضاع عامته يبعت لها رئيس الملايكة يديها التحية ويقول لها السلام ولك يا ممتلئ نعمة انتي ما حصلتيش انتي ما فيش حد زيك ما حدش عجب ربنا في التاريخ قدك ما حدش وجد نعمة في عميه زيك لهيجي قبلك ولا بعدك عشان كده ربنا اختارك انتي بالذات تبقي امه ويجي منك للارض وهي بمنتهى الاطداع تقول للي تشوفه وتبدل تكمل شغلها عادي ولا كأن في حاجة حسلك ولا واخد بالها ان مكانها دلوقتي بقى فوق الملايكة وفوق البشر ولا الكلام ده فرق معاها تروح عند بيت زكريا واليثابات وتشتغل وتنسح وتكنصت وتقسمع الفابات العجوزة طب وكرمتك يا ام النور وعظمتك ده انتي اي طلب بالوقتي يطلب من المسيح اسمعلك ده انتي دلتك دي اقوى من دلت رؤساء الملايكة ولا كلام ده يمهب متسربلة بالتواضع يمكن ما تعرفش توعف او يمكن ما اسمعنا لهاش وعف لكن هي تعرف تفلي هي متواضعة من جواها جدا تحب كل الناس وتشوف كل الناس حلوة وتشفع في كل الناس مهما كانوا الناس دول وتحتمل اهانات ناس كتير ليها وتفضل في حياتها كلها متسربلة بالتواضع متسربلة بالتواضع فتجد نعمة تسربلوا بالتواضع لان الله يقاوم المستكبرين يعني لو انت مستكبر ربنا يقاومك حاجة فعبة قول حد يقدر يقف فيه عداء مع ربنا كلمة فعبة قول ما تقاليتش على حد مين ده اللي يقدر يحط نفسه في موقف العداوة مع الله لان ربنا يقاومك طب ليه ليه تحط نفسك في الموقف ده موقف صعب أول ربنا حنين جدا ومحب كل الناس وبصر على كل الناس تقوم انت مع ربنا الطيب ده تخليه عديك عشان شوية كبرياء شوية افتخار شوية كرامة أرضية الله يقاوم المستكبرين هو هتكون مستكبر وتحط نفسك في الموقف ده ان ربنا يقاومك يقاومك دي معناها يمكن يعني ما يبارك لكش على الأقل تلاقي حياتك ما فيهش بارك تلاقي الناس مش بتحبك تلاقي أمورك يمكن مش ماشية تلاقي حتى صلواتك مش مستجابة ليه يقاوم المستكبرين بينما لو متوادعك تلاقي كل ده تغير وأما المتوادعون يجدون نعمة فتوادعوا تحت يد الله القوي كمان من مداخل التواضع انك تفتكر ان ربنا ايده قوية انا وانت شوية التراب موجودين المهار ده مش موجودين بكرة مفيش داع الافتخار بالعظم والقوة والمركز والصحة كلام ده كله كلام خداعة لكن ايد ربنا ايد قوية لما تحط رأفك تحت ايد الله القوية بالتداع تاخد منه اللي انت عاوزه توادعوا تحت يد الله القوية يد الله سمحت بتجارب تقول له يا رب انا تحت ايدك اعمل اللي انت عاوزه انا رب ما استهلش انك انت حتى تجربني عشان توديني السم انا كان ممكن تنساني وتقول ده يروح جهنم يروحه خلاص لكن انا بطدع تحت يدك القوية توادعوا تحت يد الله القوية اللي شايف ايد ربنا اوية يقف قدامه دايما في خوف فالانسان الرحاني بيخاف من ايد ربنا لكن يخاف عن حب والخوف علامة اتضاع لكن واحد واقف في الكنيسة مستهتر وعمال يتكلم وعمال يضحك وعمال يخضط ويمكن يزعق هو اللي شايف ربنا وخوف ربنا مش في قلبه ومش حاسس انه محتاج يتضع تحت يد الله القوية لكن ده لو شايف ربنا هيوطي رأسه ويقول انا قدام ربنا اسكت هقول ايه تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه في واحد يقول مثلا بيحبش الموقف الضعيف ده انا ما بقولش تضعف قدام حد إلا ربنا خليك قدام ربنا ضعيف ودي حقيقة قدام الناس خليك قوي ماشي لكن قدام ربنا ما تنكرش انك ضعيف خليك فاكر انك ضعيف اتمسكن اتذلل هو ده التواضع قدام ربنا بس بينك وبينه محدش عارف انت بتقول له ايه وحاسس بايه العشار اللي كان يطلع عن الناس ياخد الجباية ويزعع في الناس ويلم فلوس مش حقه جات له لحظة التضاحل ودخل الهيكل بقى مش قادر يرفع عني الفوق وخبت على صدره وقال له ارحمني يا رب لاني خاطي مجرد عمل كده وجد نعمة فالمسيح يقول نازل مبررا عرس يطدع تحت يد الله القوية فاخد رفع رفعه كلما الواحد فينا يطدع كلما ربنا يرفعه وكلما الواحد فينا يدور يرتفع كلما ربنا يسيبه يتبهدل ويتزل خلينا نطدع على الارض عشان يكون لنا مكان في السم وخلينا نطدع تحت يد الله القوية لكي يرفعنا في حينه فيه وقت ربنا بيرفع الواحد لو قبلنا الايام الصعبة بالتضاع لو شكرنا ربنا على التجارب لو كنا مسلمين حياة من ربنا وقلنا لعمل فينا اللي انت عاوزه بس ودينا السماء ده اسمه اتضاع يرفعنا في حينه لكن لو كل حاجة بنتظمر وبنشكي ومش عاجبنا حاجة ده مش اتضاع كده مش هنرتفع عبدا من مداخل الاتضاع ان الواحد يشكر على كل حاجة لان اللي بيشكر على كل حاجة متواضع لانه قابر من ربنا كل حاجة من مداخل الاتضاع ان الواحد يحاسب ويراجع على نفسه بيغلط في ايه في حق ربنا من مداخل الاتضاع ان الواحد دايما يتأمل في عظمة الله ويبدأ الله القوية ورحمة الله ومحبة الله وفي المقابل خطيانا وتقصيراتنا وضعفاتنا والمفرقة دي والمقارنة دي خالي الواحد دايما متواضع من مداخل الاتضاع ان الواحد يقدم توبة كل يوم قدام ربنا يقول له اختيت رب في حقك واثرت في حقك وفي حق الناس كل دايما يدي اتضاع من مداخل الاتضاع ان الواحد يسمع كلام غيره يخدع نفسه يقول حاضر لان اللي ما بيعرفش يقول حاضر عمره ما هيبقى متواضع وماله انت رجل البيت فحيح لكن ويه يعني لما تقول لمراتك مرة حاضر ما حصلش حاكم وطبعا الستة المفروض بتقول حاضر على طول عشان تبقى متواضعة والولاد يقولوا حاضر كده تلاقي الدنيا تمشي جحل وتلاقي فيه سلام وتلاقي كلهم مجدين نعمة قدام ربنا لكن كل واحد عاوز يمشي الدنيا على مزاجه فبعدين فين التواضع انا بحب الاية اللي بتقول تاثر باله بالتواضع مش التدعو تاثر باله بالتواضع لان الله يقاوم المستكبرين وان المتواضعون فيعطيهم نعم فتواضعوا تحت قد الله القوية لكي يرفعكم في حينه ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم الشخص المتواضع يقدر يرمي همه على ربنا اللي مش متواضع ما يعرفش لازم هو اللي يفكر ولازم هو اللي يدبر ولازم هو اللي يحسب ولازم هو اللي يسوء المركب تقول له طب ما تسبها الربنا يقول لك لا سبها له ليه ربنا مديني عقل ايما مدينيك عقل بس يقول لك كمان يرمي ديني قلبك وديني عقلك وان اعمل لك كل حاجة ملقين كل همكم عليه المتواضع يقول له رب اي مشكلة صغيرة او كبيرة انا معرفش اتصرف فيها تصرف انت فيعيش مرتاح لكن المتكبر لازم كل مشكلة يدخل بدماغه ويطعب ويطعب اللي حواليه وما يبقاش عارف يرمي همه على ربنا ملقين كل همكم عليه لان هو يعتني بكم ودي عاوز الواحد يجربه انك تركن همومك على ربنا انت هتفكر وهتستغل وكل حاجة بس ليه تعقول الهم المتواضع يحس ان زي الطفل الصغير عند ربانه العيل الصغير ده هيقول هم ايه مش هيقول هم حاك ابوه هو اللي بيضبر ابوه هو اللي بيقول الهم بكرة في عيل صغير بيفكر بكرة هيحصل ايه مفيش ما تلاقوش حتى بيفكر بالطريقة كل هم ويلعب وانبسط في امه خلاص وعشان كده المسيح قال خليكوا زي العيال تعلموا منهم وان لم ترجعوا اتصيروا مثل الاطفال مش هتتعلموا التواضع ومش هتعرفوا ترموا الهم علي ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم اصحوا واصحروا لان ابليس خصمكم كاسة زائر يقول ملتمسا من يفتلعه هو اصحوا واصحروا مسيح كتير اوي في وصياة كان يقول اصحروا واصحروا احنا فاهمين ان مش معناها الحرفي بس ما في ناس بتصحر في حاجات وحس لكن معناها الروح اصحر على حياتك يعني خليك خايف على حياتك لاحسن الشطان يسرقها منك خليك خايف على علاقاتك لاحسن يدخل كراهية ولا حقد ولا حسد تضيعك اصحر لاحسن تدخل شهوة غلط ولا فلوس غلط ولا حاجة غلط تبعدك عن ربنا تخليك صاحي صاحي ليه لان ابليس ده مش سهل ماينفعش تختأمنه طول ما انت عايش وعاوز تمسك في ايد ربنا هتبقى عدو ابليس وابليس مش هايشكت عنك وابليس ده عامل زي الاسد اللي عمال يتحرك كده عارفينه لما تروحوا تتبرجوا على الافس اسد تلاقوا الاسد الانتف عمال يتحرك كده ومنفعل وكل شوية يزمجر نبسه بس في حتة لحمة ولا في الدراع يدخله في الافس يكله على طول فابليس عدونا يجول ملتمسا من يبتلعه عاوز بس تلاحظ التفايب منك وهو عليه الباج لحظة بس دخل ايدك انت في الافس واشوف هاي حصل ايه فعاوز الواحد يبقى صح لان التاني مش بينام ابليس ده مش بينام عشان كده في مرة اظن ابو مقار شاف حية للشياطين ربنا كشاف له عن عالم الشياطين ومؤامرته فقال لهم انتو هم اللي قالوه قالوله بص انت بتصهر بالعافية احنا ما بننامش خالس انت تصوم وتجوء وتبطر تاكل احنا ما بناكلش خالس لكن عارف انت ممكن تغلبنا بايه انت تعرف تبتدع احنا ما نعرفش نبتدع ابدا الحاجة الوحيدة اللي عندك تقدر تغلبنا بيها لا كترة الثهر ولا كترة الصوم الحاجات دي احنا محترفين لا بناكل ولا بننام عشان نوقع البشر لكن الحاجة للبشر اللي قدروا يعملوها تغلبنا وتذلنا وما نقدرش بيها عليهم انهم ما يعرفوا يتمسكنوا قدام ربنا احنا ما نعرفش التواضع يدي سلطة ع الشياطين يغلب الشياطين مهما كان افحوا واثعاروا لان ابليس خصمكم خصمكم ده مش خصم ربنا ده خصمنا احنا كمان عاوز يضيعنا كأسد زائر يقول كلمة زائر دي يعني بيزقر يعني مزعك ما بيصبحش لوحد في حاله يقول ملتمسا من يفتلعوا يعني عاوز يأكل اي واحد في اي لحظة ده يخلينا نصحة مش بس على حياتنا على اولادنا ولادك بيروحوا فين اصحابهم شكلهم ايه الاماكن اللي بيدخلوها فيها أسد زائر ولا فيها مسيح وديع كل ده محتاج الواحد صاحي في واحد يقول ما انا بصللهم ايوه اصللهم بس خليك صاحي لحظة الابليس ده مش هيسكت عاوز ضايع كل حاج فقاوموه واحد يقول هو انا ادى ابليس قاومه اهيبت قاومه نصف وانت الوحدك هو أسد وربنا ادانا سلطان على الأسد قاوموه راسخين في الإيمان لما الواحد يبقى متشبس بالإيمان وسابق في كلام الكنيسة يقدر يبقى قوي ويقاوم عدو الخير ساعات ببليس يجيب مداخل ملتوية فياخد الواحد يلخبط إيمانه يقوله هنقرى الإنجيل وكل حاجة مستعلم طلع ايه شوية أفكار كده فكرة تطلع ايه زينا سمعت من كام يوم يقوله بدر ربنا رحمته واسعة يبقى أكيد محدش هيروح جهن طيب المسيح قال كده ولا دماغ الناس اللي بتقول كده ده إبليس اللي بيقول كده إبليس بيقول كده ليه ده بيقول رحمته واسعة ثم ده كلام كويس أيما هو بيقول رحمته واسعة عشان محدش يتوب ومحدش يجاهد محدش يعمل حاجة وبعدين في اليوم الأخير يقولك ده حكت عليك ده فيه جهنم مستنياك فقاوموه راسخين في الإيمان فلما الواحد يسمع فكرة كده غريبة يقول لا أرجع للكنيسة أسر صحيح يا كنيسة فيه جهنم ولا مفيش فيه دينونة للأبرار وللأشرار ولا خلاص طبعا فيه دينونة تعليم تلخبط وتضيع قاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرع على إخوتكم الذين في العالم فعالت واحد يتعب ويقول إيه يعني هو الشطان ده أعيد لي كلما اتحرك خطوة يعمل لي حفرة صدقني مش أنت لوحدك اللي يشجعك أنه كل إخواتك اللي عنيه مع السماء إبليس بيعمل معهم كده أنت فاكر أنت الوحيد اللي بتجرب أنت الوحيد اللي عاوز يوقعك لا كل إخواتك يتعرضون لهذه الآلام فتشجع كل القدسين اللي سبقونا للسماء ملايين سبقونا كلهم وقعوا في حرب مع إبليس وغلبوه إوعى تفتكر أن إبليس ده ما بيتغلبش ده إبليس ده منظر على الفات ده ملايين غلبوه زلوا قبل كده لكن نسكوا في ربنا وجهدوا وخدوها جد وعدوا وكبسوه وغلبوه فإوعى تيئس وتقول ده حربه صعبة ده لئين ده بيجي لمن اليمين ومن الشمال وأنا قد إبليس لا ما تقولش الكلام ده عالمين أن إخواتكم أن نفس هذه الألام تجرى على إخواتكم الذين في العالم تم تشوف إخواتك إبليس بيقول لك نام ده لاش صلى وخلاص ما ربنا رب قلوب تقول له لا ده أنا أخويا فلان بيرجع من شغل وكعبان أكثر مني ولازم يقف في فالش شفتوا فكرة إخواتي دي لما الواحد يبص على إخواته الشطرين القدسين اللي سبعونا والقدسين اللي معانا يقول له هذه الألام تجرى على إخواتنا يأخذ قوة من حماس إخواته ومن غيرتهم فآخر الرسالة يقول لنا إيه وإله كل نعم الذي دعان إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا بيسمي ربنا إله كل نعمة يعني ربنا صاحب كل النعمة كل البركات من عنده وقد دعانا إلى مجد الأبدي يعني ربنا دعينا أن نحن نحتفل معاه في السماء إلى الأبدي دعانا إلى مجد الأبدي فلما أنت تدعي واحد تبقى حريص أنه يجي ولا تبقى مش عوز يجي حريص طبعا أنه يجي دمت دعيته وعملت له مكان مخصوص يعني محبر له فربنا دعينا إلى مجد الأبدي فمش عاوز حد فينا ما يوصلش بعدما تألمتم يسيرا لو دخلنا في هذه الألام وهذه التجارب وهذه الحروب لو حربنا فيها وقاومنا إبليس هنكتشف أن في الآخر الحياة أن الحرب دي ما كانتش صعبة أوه وهذه الآلام كانت يسيرة يسيرة يعني إيه؟ يعني الليلة بكل ما فيها من شدة وقصة وتغصب كانت شوية آلام بسيطة ليه؟ ما هي بتعدي شوية أيام وهتعدي فيها إيه لما تمنع نفسك وتصوم فيها إيه لما تيجي على صحتك وتصلي وانت نعسان فيها إيه لما تقطع من وقتك عشان تدي للإنجيل بدل ما تدي للراحة والنوم على طول حاجات كثيرة آلام صدقون يسيرة مهما تعبنا في الطريق الروحي تبدو هذه الآلام هي اجتخمة أوه ده فيه آلام أصعب من كده إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجد الأبد في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم دي آية جميل يعني واحد يجي يقول لي ده أنا عمال أحارب وجاهد وحاسس إننا ما اتحركتش خطوطين من مكاني ده اللي عاوزني كامل كامل دي ما إيه ده آية عني هوصل لها إزاي كامل دي يكونوا كاملين دي ده أنا لو عشت عمري ده مئة مرة مش هجيب كامل دي لأ ما تقلعش ده انت بس ابتدي وتحرك وهو عليه الباقي انت كتب لك كلمتين في الامتحان وهو هيكمل بقية الامتحان انت خد خطوات على قد ما تقدر في جهادك وهو هيكملك لأنه قال لبوليس الرسول قوتي في الضعف تكمل انت بس قاعدة تقول له أنا بعيف ومش عارف أتحرك لوحدي هيكملك الحكاة مش صعبة لأنه هو في الموضوع هو يكملكم ويثبتكم واحد يقول ده أنا بالعفلة بقرب من ربنا وبعدين رجع تاني طب أنا عاوز أفضل ثابت برجو دي عليه انت بس أرد وهو هيلزأك فيه هو يثبتكم ويقويكم طب أنا ببقى ضعيف وحاسف أنه مش قادر أقاوم هيديك قوة مش من عندك هتحس في وقت انك بتقدر تقول لأ للشر اللي كنت قدامه ما تقدرش تقاومه أبدا هيقويك هيديك حاجة مش بتاعتك ويمكنكم يمكنك يعني إيه يعني تبقى أنت النصرة في إيدك يمكنك يعني ينصرك يمكنك يعني تبقى ماسك في ربنا بقوة له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين يعني ربنا أصاب كل اللي بيعمله معانا ده له كل المجد وله كل السلطان على كل شيء إلى الأبد في آخر الرسائل في كرتيرة ما تكسب جواب وبعدين إيه المدير يمضي تحت عشان بس الناس تتأكد أنه ده مش كلامها هي أو كلام أي حد فهنا يقول بيد سلوانث الأخ الأمين كما أعتقد هنا كما أظن يعني مش يمكن يبقى أخ أمين لا يعني كما كما أثق يعني يعني أنا أثق أنه هو أخ أمين فبعت الرسالة على إيده كتبت إليكم بكلمات قليلة اعتبروا خمس صححات كلمات قليلة ماشي فالليقرى خمس صححات في اليوم ما يستكرش أنه أرى يعني كتير لا وما الكلام أولي المشكتين وعظا يعني إذن رسالة بطر زي تعتبر وعظة على بعضها وشاهدا أن هذه هي نعمة الله الحقيقة بالحقيقة أو الحقيقية يعني أنا بشهد وبوعظكم وبفكركم أن هي دي نعمة ربنا ربنا هيأويكم ويثبتكم ويمكنكم ويكملكم ما استشترى هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون يعني إن كنت واقع وساقط إيه اللي هيأومك نعمة ربنا إن كنت نيت في الخطية إيه اللي يقدر يأومك نعمة ربنا تقيمك إن كانت حياتك كلها عدت بنعمة الفطور والكسل والتك وعلى آخر حياتك قدمت توبا ربنا حط رأسك وما تخافش ربنا هيأومك في مجد الأبضي بلد نعمة الله التي فيها تقومون يعني هتقوم في النعمة يعني ربنا هيأومك ويقولك تعالى جيج معنا في السم تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقص ابني إحطار المفسرين مين دي اللي بتسلم عليهم البعض قال عليها قد تكون زوجة بطرس تعرفين بطرس واحد من الرسل اللي كانوا متجوزين بدليل قصة شفاء حناته او واحد مش هيد عنده حنا من غير ما يكون عنده زوج فهنا قد تكون دي زوجته لأنه في موقف آخر يقول ان بطرس كان يقول بأخت زوجة يعني كانت مراته بتلف معه في الخدمة والكرازة فقد تكون هي دي زوجته وقد تكون اسم شخص أو حد معين هم عارفينه كويس بيبعث السلام بابل يظن انها بابليون اللي في مصر القديمة لأنه يعتقد ان بطرس غالبا كتب الرسالة دي من مصر في مفسرين كتير قالوا كتير بدليل كلمة مرقص ابني لأن مرقص كان مسؤول الكرازة في مصر ومرقص هنا مش ابنه بالجسد هو تلميزه مرقص كان في ابنه صغير بالنسبة للمعلمنا بطرس وبينهم ارابة فمرقص خدم مع بطرس فترة طويلة بطرس كبير ومرقص زي تلميز فمرقص هنا يعتبر تلميزه والبعض بيقول لا بابل دي ممكن تبقى اسم حركي عن اي بلد شريرة لأن كلمة بابل كانت في عرف الكتاب رمز للفساد والوثانية لأن الشعب زمان اتقصر واتسبة في بابل وكانت كلها اوسان وكلها اصنام فلما يقول بابل يمكن مش عاوز يقول هو بعد الرسالة من فيل فيقول له بيتلم عليكم اللي في بابل وخلاص هما يفهموا بقى سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحب واحنا ما زلنا بنعملها كتقصد كل قداش ونقول قبلوا بعضكم بعض بقبلة مكدسة دي وصية رسولية يعني السلام اللي جاي من بطرس لولاده يتنقذ من واحد للتاني بقبلة المحب سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع يعني كلهم وكلكم اسمكم في المسيح يسوع يعني اللي رابطنا ببعض ان احنا كلنا جوى المسيح ان احنا كلنا اعضاء في جسد المسيح فنسلم على بعض بحب ونشير مشاكل بعض بحب سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع امين كل سنة وانتوا خيبين ناخد ايه نحفظها المرة الجاية نبتدي في الرسالة التانية لبطرس الرسول نحفظ مع بعض تصرباله بالتواضع لان الله يقاوم المستكبرين واما المتوادعون فيعطيهم نعمة احفظ على ادل ما تقضي نقولها مع بعض تصرباله بالتواضع لان الله يقاوم المستكبرين واما المتوادعون فيعطيهم نعمة اشتركوا في القناة